اشتركوا في القناة ايه في المايك بتاعك يا استاذ يا استاذ فتح المايك يا حج نوال تمام ازاي اكتب الاعداد الحسابية بطريقة صحيحة اخذ بالك بقى كل عدد له مؤنث ومذكر يعني ايه كل عدد ممكن اقرأه كأنه مؤنث انسى يعني وكنه اخراه كأنه مذكر كأنه رجل ازاي ركز بقى معايا هناخدهم كده بالترتيب وكتبوا بقى معايا العدد واحد العدد واحد انا بكتب كده عشان الناس اللي هم خارج مصر بحاولوا تكتبوا زي كده العدد واحد او اكتب واحد بمعرفتك انت اجده مصر اكتب واحد كده زي ما انت عايز براحب العدد واحد لا هو مذكر ولا هو مؤنث يعني ايه لهو كده ولا كده لا ممكن يكون مذكر ممكن يكون مؤنث طيب يكون مذكر يقرأ ايه احد ومؤنث احدى اني رأيت احدى عشر كوكبا وسيدنا شعيد قال لسيدنا موسى انه اريد ان ايه انكحك احدى ابنتين احدى للمؤنث وسيدنا موسى قال ايه اني رأيت احد عشر كوكبا الكوكب ده مذكر اهو يدول على الذكورة مكوكب يعني محمد مذكر فاطمة مؤنثة تمام فكلمة ايه اني رأيت احد عشر كوكبا احدى ده مذكر يعني الواحد فيه مذكر هم ونسب الواحد والاثنان والثلاثة والاربعة اكتب بقى معايا كده هنا هنكتب مؤنث مذكر وهنا هنكتب مؤنث وبعد كده هنعمل جدوى الحالة دلوقت المذكر والمؤنث المذكر والمؤنث نعمل الجدوى الاول قبل ما تكتب اهو عجان تكتب برخطة وتكتب صح جدوى اهو اهو مش مشكلة مش مشكلة خالص بقول لي حددك كتبت اللي حددك كتبتهم في الاول ما فيش مشكلة خالص يا استاذ هنكتب واحد ونكتبه بالمصري ولتقبه بالمصري اهو لا هنا كلمة العدد مع زرارة العدد مذكر مؤنث الدرس ده مهم جدا جدا تمام؟ العدد واحد اهو نكتب بقى باللون ازرق عشان يبني العدد واحد اهو وهكتبه بالمصري اهو المذكر بتاعه ايه؟ احد احدا احدا ايه احدا المؤالس بتاعه احدا العدد اثنان العدد اثنان برضو وبالمصري اثنتان اثنتان والمؤنس اثنتين او اثنان واثنتين اثنتين رقم ثلاثة اكتب على طول عشان هامسح عشان هامسح رقم ثلاثة اهو ورقم ثلاثة بالمصري اهو ثلاثة ثلاثة وثلاثة يلا عشان هنمسح ولسه هنشرح ها همسح رقم واحد اهو عشان احط مكانه رقم اربعة رقم اربعة وبالمصري ايه مذكر اسمها اربعة ومؤنس اربعة او اربعة اي حيرة حسب موقع يلا عشان نمسح هنمسح دي عشان نكتب مكانها رقم خمسة ما حدش يقول لنا ما كتبتش رقم خمسة 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 نمسح دي عشان ناخد رقم ست رقم ستة بالمصر ايه ست او ست 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 دي عشان ناخد سبعة وتمانية وتسعة وعشرة واني السبعة مش هنكمل الاخر بس نمسح رقم اربعة وناخد مكان رقم سبعة ناخد مكان رقم سبعة سبعة او سبع سبع سبعة سبعة سبع 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 المصري اهل ثماني تمانية لمسعدة تسعة وبالمصري تسعة إن أخي له تسع وتسعون نعجة إن أخي له تسع وتسعون تسعة تسعو تسع دو تسع دو يلا فضلنا رقم واحد عشان نبدأ نشرح آخر حاجة رقم عشرة أخم عشرة أهم وبالمصري أهم عش رو عشرة يلا خلصت يا ميستر نعم خلصت تمام عرفنا أن كل عدد له مذكر ومؤنع هلو ركز بقى الأعداد تقسم إلى خمس مفرد ومركب وعقود ومعطوف ماشي والمئة ومضاعفاتي طبعا معلش في البعض فاهم والبعض واحدة وكله هايف المفرد إيه هو المفرد العدد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة مفرد كلمة واحدة المركب إحدى عشر إثنى عشر تلات عشر أربعة عشر خمسة عشر بالمصر يهو مركبة زي كلمة ايه عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله مركبة من كلمتين المفرد والمركب هناخد المفرد اليوم المفرد اللي هو من واحد لغاية عشرة عشرة كلمة واحدة تمان من واحد لغاية عشرة دي سما易 العدد المفرد العدد المفرد ديه يقسم إلى ثلاثة أقسار المفرد أيوة العدد المفرد يقسم إلى ثلاثة أقسار نخدم الأول المفرد اهو العدد المفرد العدد المفرد العدد المرد يقسم إلى ثلاث أقسام عند أول قسم رقم واحد ورقم اثنان تمام؟ القسم الثاني من ثلاثة إلى تسعة القسم الثالث العشر نكتبهم بقى الأول كده بالإيه؟ بالحساب بالمصر واحد اثنين من ثلاثة إلى تسعة هذه النطف هو أغس معناها اسمها إيه؟ إيه؟ إلى تسعة وده رقم عشر تمام؟ يبدأ كل عدد مفرد واحد اثنين من ثلاثة إلى تسعة يعني ثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة كلمة من ثلاثة إلى تسعة يعني من ثلاثة وانتظار إلى تسعة ثلاثة واربعة وتمانية وعشر الوحدة واحد واثنين والكلام ده بنكلمه للمغاربة خاصة تمييز العدد يعني إيه تمييز العدد؟ أنا بقول إيه؟ أنا عندي ثلاثة على طول حد هيقول لي ثلاثة إيه بقى؟ عندك ثلاثة أولاد؟ ولا عندك ثلاثة بيوت؟ ولا عندك ثلاثة إيه؟ بالضبط؟ ولا ثلاثة أصدقاء؟ ثلاثة إيه؟ عندك ثلاثة إيه بقى؟ تمام اهو تلاتة ايه دي بقى اللي بتأتي بعد العدد هي اللي اسمها تمييز العدد هي اللي بتوضح العدد اللي عندي نوعه ايه فانا بقول عندي طميص لا جلباب في المغرب هنا في المغرب يقولك ايه واحد جلباب مابش هاسمها واحد واحد واثنين مايجيش بعدهم تمييز يعني مايجيش بعدهم كلمة فانا بقول عندي جلباب عندي قلمان او قلمين عندي قلمين ما بقولش عندي جوجقلام للمغرب اهو صحح بقى المعلومة دي مش حاكي اسمها جوجقلام لأ قلمان تمام وعندي قلم مش واحد قلم لأ قلم من غير هو كلمة واحد طيب ليه بقى لأن واحد واثنين ما نهمش تمييز ينفعوا ليه عندي واحد قميص قميشة بالمغرب يقول عندي واحد قميشة لا طبعا ماينفعش لغويا خطأ عندي جوجقاميشة لا طبعا ماينفعش برضو لغويا خطأ فواحد واثنين اعداد لا تميز اما ثلاثة ماقدرش اقول عندي ثلاثة فقى لازم اقول ثلاثة ايه؟ ركز هنا بقى لازم اقول ثلاثة ايه؟ ثلاث بيوت ثلاث اقلام ثلاث اصدقاء ثلاث اخوات ثلاث ابناء ثلاث ايه بقى؟ ايوه اهي الكلمة اللي بعد العدد هي اسمها التمييز وده اللي احنا هناخده بقى عشان التمييز ده هو اللي هيحدد لي اكتب العدد مذكر ولا مؤنث شو بقى احنا جنيه دور عليه بقى؟ الكلمة التمييز يعني ايه؟ ثلاثة مثل ثلاثة بالمصر اهي؟ ثلاثة ايه؟ ثلاثة ايه؟ أقلام لازم من اول العدد ثلاثة من اول العدد ثلاثة لازم يبقى فيه كلمة بعد العدد لازم اللي هي التمييز طب وانا هعمل ايه يعني؟ لا اصل التمييز ده هو اللي هيعرفك بقى التلاثة دي التلاثة دي هتكتبها مذكرة ولا مؤنثة تمام؟ ده اسمه تمييز العدد بمييزه بوضحه تمام؟ العدد ثلاثة من ثلاثة الى تسعة ركز معارضين طبعا كل الدول عندها ناس في مجلس النواب او مجلس الشعب او باي مكان دائما معارض من ثلاثة لتسعة معارضين يعني ايه؟ التمييز يقول شمال هم يقولوا يمين التمييز يعني ايه؟ الكلمة اللي تيجي بعد العدد اسمها التمييز التمييز يقول يمين هم يقولوا شمال هم فيه معارضة وخلاص من كم؟ من رقم تلاثة رقم تسعة رقم تلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة طب يعني ايه معارضة بقى ممكن تتقل الشكل ده دلوقتي حالا كما وتكتب لنا كده بدون تمييز هنا بدون تمييز معارض مش معارض معارضة معارضة ها بالضد والتالي المربوط رقم حشرة بقى انا باعتبره ايه منافقة ايه منافق دي المنافق ما كله يعلم المنافق جيدا اه النبي حرس السلام قال ايه لا تكن امعة اذا احسن الناس احسنت واذا اساء الناس اساءت ماشي مع الموجة زي ما بيقولوا عندنا في مصر او رقم عشرة ده بقى هو اللي ماشي مع الموجة تمام فرقم واحد ورقم اتنين دول بدون تمييز ما ينفعش قولوا واحد قبيص ما ينفعش ما ينفعش قولوا واحد ايه انا اشتريت واحد قلم ايه واحد قلم قلت اشتريت قلم اشتريت قلم تمام اشتريت قلمين اشتريت قلمين ما قلتش ايه اشتريت اثنان قلمين ما تنفعش فالتمييز لا يأتي مع الواحد والاثنين مع الثلاثة الى التسعة ومع العشر مع الثلاثة الى التسعة بلون عليها معارضة ركز في اللي هقوله بقى كويس كله يخلص كده سريعا كده معك ديه واحدة كمان وبعد كده تسيب القلم اللي في ايدا وتستمع فقط وبعد الحصة ان شاء الله كله يقول لي رأيه في الحلقة دي نتمنى يعني وعندنا دورة تدريبية هتبدأ من جديد غير الدورة اللي شغالة من قبلكم في دورة جديدة خالص لللي لسه هيت عايز يدخل من البداية خالص هتبدأ ان شاء الله في واحد عشر بأمر اللي اللي عايز يستفسر مع اي حالة 0-10-2-11-6-99-41 او من خارج البلاد زاد 2-0-10-2-11-6-9-9-41 تمام كتبت دي امسح بقى انا مليش دعوا بدول دول ما لهمش اي لازم عندي اهم القصة كلها في دول ودول هناخد دي الاول لان الوقت مش هيكفينا هناخد من ثلاثة لتسعة من ثلاثة لتسعة مش مش السينما دا ديكت كان اسمها من ستة لتسعة لايه تمام بيقول ايبا قابلت قابلت ثلاثة اصدقاء قابلت اكتب بقى قابلت ثلاثة اصدقاء اكتبها بقى باللكرة واكتبها بالمصر اصدقاء قابلت ثلاثة اصدقاء قد بقى اللي هينطبق على الثلاثة والي هينطبق على الاربعة على الخمسة على الستة على السبعة طيب ثلاثة دي لها شكلين اتنين لها مذكر ولا مذكر مذكر يعني اسمها ثلاثة ثلاثة هذا معنى كذا من قبل ومؤنس ثلاثة هكتب ايه بقى اقول ايه طابلت ثلاثة اصدقاء ولا ثلاثة اصدقاء لا استنى مش بمساجك وما لا اعمل ايه بقى يا استاذ اول حاجة قلنا الكلمة اللي بتأتي بعد العدد اسمها ايه تمييز العدد توضيحه الكلمة دي لو جمع عاكيب بيتيبقى جمع طبعا طرح لو نتكلم عنها اكتر من اتنين يبقى جمع الكلمة دي لازم احولها للمفرد الاول اصدقاء مفردها ايه صديقة طب صديق دي واحد ولا واحد مذكر عليك سلام ايوة نعم طب معلش الاستاذة هنا جنبك هنا خضرك ممكن تكلمني يا استاذة 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 تمام فدايما قبل ما اعمل قبل ما اختار اي حية من دول لازم اشوف الاول الكلمة دي الكلمة دي دي تمييز العدد طب ايه هتبقى جمع هحولها المفرد اصدقاء مفردها ايه صديقة طب صديق مذكر ولا مؤنة مذكر يا استاذ مذكر صديق دي مذكر تمام اللي مش هيفهم ولا يحمل هم اي حاج من عيد مرة ودين وخمسونة مرة تمام يبانا الاول بقى اخلي الكلمة دي المفرد وارجع اشوف هيا مذكر ولا مؤنة طلعت مذكر يا استاذ فاكر لما قلنا من ثلاثة لتسعة معارض يعني ايه معارض يعني دايما بيعارض التمييز يعني ايه بقى التمييز جي مذكر يبقى العدد يجي مؤنة يبقى قابلت ثلاثة ثلاثة اصدقاء قابلت ثلاثة اصدقاء قابلت ثلاثة اصدقاء طب اخترت ثلاثة ليه لان ثلاثة مؤنسة والتمييز جاء مذكر وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة اسمها ايه اه الاعداد المغارضة اذا كان اذا جاء التمييز مذكر يبقى العدد يأتي مؤنس تمام ركز معا لا نفس الكلام اهو اهو قابلت نفس الكلام ثلاثة بالمصر اهو صديقات قابلت ثلاثة صديقات اكتب ايه ثلاثة والثلاثة الاول اشوف التمييز التمييز ايه صديقات الكلمة التي تنتهي بالف وتعرف انها مؤنس على طول صديقات مفردها ايه صديقة اه مفرد صديقات ايه صديقة وطالما صديقة يبقى ايه مؤنس وطع عايزة للشمس تمام يبقى الكلمة التميييز ايه التمييز هنا مؤنس ايه انا بجيب المفرد بتاعه الايه عشان اعرفك هو مؤنس ولا مذكر طيب التمييز مؤنس اه يبقى العدد يأتي مذكر ليه اصل العدد معارض طب هي تلاتة بس لا طب اه اربع وبالمصر اه ما احنا قلنا التلاتة تمش زف ساعة الاربعة والخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة تمام اه اكتب ايه طب ها بس ركز دي طلقت ايه مؤنسة ها يبقى اختار الاربعة المذكر رقم اربعة المذكر اسمها ايه اربعة 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 كما كتبنا الجد والمقابل اربعة يبقى ليه قابلت قابلت اربعة اصدقاء اربعة اهو اربعة تمام اربعة صديقات قابلت اربعة صديقات هنا بقى اصدقاء دي مذكر ولا مؤنس مذكر يبقى الثلاثة دي مؤنس طيب ايه ثلاثة ولا ثلاثة لا دا المذكر اقول ثلاثة يبقى هنا ثلاثة ثلاثة عشان يعمل طب غلوم به ثلاثة قابلت تلاثة اصدقاء قابلت اربعة صديقات ركز الموضوع بيعيد عليك شوية صعب عليك شوية مستعب كل حاجة مساهلة واحدة واحدة خالص احنا كده فهمنا التمييز لا انت انا ما فهمتوش دا لسه العدد عشرة ولسه احداشر واثناشر اه يعني مش بقى تلاتاشر وخمسة وعشر لا طبعا لا طبعا كل المنبوعة لوحدها العقود اللي هي عشر اللي هي عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تلاتين العقود المعطوف واحد وخمسين ستة وسبعين تلاتة وعشرين اسم معطوف مضاعفات المائة مائتان تلات اربعة خمس كده كده بس فالموضوع سهل جدا جدا ومش هيستغلق منك وقت المعلومة اللي انا قلتها اليوم بس البسيطة دي حد فهمها طب اللي ما فهمهاش يقول لي انا ما فهمتهاش خالص هعيد تاني وتالت ورابع يلا عشان ما بقلكش أقل من دقيقة نلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله ومش هندي املأ عليها دلوقتي لغة ما نتمكن منها مرة أخرى في الشرح لسه كم الشرح تمام اي استفسار اي تواصل 0 10 2 11 6 9 9 41 او من خارج البلاد زائد 2 0 10 2 11 6 9 41 على المشاهدة ان اعجبك الفيديو سجل اعجابك ولا تبخل باختراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتسلك فيديوهاتنا اليومية